مصدر في النادي الاهلي قال إن الخطيب ولجنة التقطيط تفاجأوا خلال الساعات اللي فاتت دي ببعض وكلاء المدربين من جوة وبرى مصر كمان باعتين بيسألوا وبيعرضوا مدربين على النادي الاهلي أحكي لكم الكصة النادي الاهلي عادة حتى موسيماني وهو متقلق ويبدع ويحقق بطولات دائما يجيو له عروض من وكلاء إيه رأيك في المدرب ده حلو؟ إيه رأيك في اللعب الفني ده حلو؟ لما الوكلاء بيبدأوا يعملوا يا نفهينكم شغل الوكلاء أهم يحسوا أن العلاقة بين المدرب والنادي فيها أي نوع من أنواع التوتر أو الاختلافات مثلا في تجديد التعاقد ارمي سفيهات ارمي سفيهات ارمي سفيهات لعله وعسل قدرت النادي الاهلي يعجبهم واحد منهم لو أنت عندك مهاجم مش هدف ما بيسجلش ارمي سفيهات مهاجمين للمسيبيهات مواجمين فالنادي الأهلي في الفترة الحالية بيوصلوا سيبيهات لمدربين كبار ومدربين مميزين والنادي الأهلي ما ردش على ولا واحد فيهم ما ردش على أي وكيل اللعبين وهي أن احنا مركزين في كاسعام الأندية مركزين على بقاء مسيماني مع النادي الأهلي مركزين أن احنا نجدد عقد مسيماني مع النادي الأهلي بس بين السطور كده قالوا في النادي الأهلي تعالوا نبص على السيبيهات تعالى ندرس السيبيات دي لعل وعسى الله أعلم موسيماني هو اللي يسمنا فجأة موسيماني يقول لا خلاص أنا مش جدد عقدي فأنا يبقى عندي الخطة البديلة الجاهزة الخطة البديلة الجاهزة زي ما حصل لو تفتكروا مع فيلر نفس اللي عمله النادي الأهلي كان مجاهز السيبيات عش كده لقيته موسيماني فجأة موجود في النادي الأهلي بيجاهز تولي الأهلي الأهلي باصس وعنده الخطة البديلة لو في أي لحظة الراجل ما بقاش موجود مع الفريق طيب ده خبر